اهلا بحضراتكم مساء الورد والفل والاسمين يومكم ان شاء الله معطر وجميل النهاردة حلقتنا الاولى من برنامجكم لايف معروحين ايه الاختلاف البرنامج بتاعنا عن اي برنامج طبي تاني البرنامج ده للضايتو بس لو انت بستني اي حاجة تانية بتتفرجش علينا عاوزة ضايت عاوزة تتابع الزاب الغذائي صحي عمدك وشكلة مع وزنك عاوزة تحفزع قوامك ده المكان اللي حتبعيه كل يوم اتنين من الساعة 6 الى الساعة 7 لايف بإذن الله طبعا كانش هينفع نبدأ اول حلقة في كلامنا عن الرجيم وانظمة الغذائية المختلفة الا لما نتكلم عن مشكلة المشاكل الناس ما بتحبش تبدأ ضايت عشان بتجوع ليه بنجوع ونعمل ايه لما نجوع طيب لما نجوع الناس بتتكلم على ادوية كتير جدا غالية جدا ممكن ما تبقاش متوفرة او عن دين امكانات ان احنا نجيبها النهاردة في كل حلقتنا هنتكلم على ابسط امكانات ممكنة تقدر تستخدميها عشان دايما تبقى احلى ودايما تحفزع قوامك النهاردة هنتكلم على طرق سد الشهية في فقرتنا الاولى لو عايزة تعرفوا خرطة البرنامج هنتكلم على موضوع هناخد اسئلة لايف هنعمل وصفات طبية لمساعدتكم في نزول الوزن هندي بروجرام دايت اسبوعي وهنتبعكم على صفحتي صفحة دكتور محمد رحيم ونشوف الوصفات دي عاملت معكم ايه وبإذن الله كل حلقة هناخد حالة من حضراتكم هتدخل معنا في تحدي رحيم برعاية شركة جريد اسمايل لمدة شهر متكامل نعمل جلسات علاج سامنا موضوعية بروجرام دايتس كاملة حتى ايفي لو فيه منتجات هتتوفر مجانا الكلام دا كله عشان صحتك دايما تبقى احسن طيب قبل ما تتكلم عن طرق سد الشهية ليه اساسا البني ادم ممكن يكون بجوع ليه الجوع دايما عندنا هو المشكلة الكبيرة وهي اللي بتوقفنا في حياتنا الجوع ليه اسباب كتير نازم نتكلم في البداية على سمة الاطفال نتكلم عن النشأ تخيل انت لو عندك سمة اطفال اتولدت وزنك زيادة او في مرحلة من مراحد صغرك وزنك زاد حجم المعدة بتاعك بيزيد وكمان عدد الخلايا الدهنية بيزيد فبالتبعية كمية الاكل مهما اكلت عشان يحصل الشبع بيتم ازاي المعدة تتميلي تتشد تبعت اشارة للمخ تبعت اشارة للمعدة احنا شبعنا خلاص حجم المعدة قد كده غير قد كده غير قد كده فسمة الاطفال من احد اهم الاسباب اللي بتخليك لما تكبر دايما عندك جوع تانية حاجة بنتكلم عن مشاكل صحية بعض الناس ربنا يا رب يشفي ويعافي الجميع عندهم مشاكل خاصة في الهرمونات مرضى السكر مثلا سواء هايبو جليسيميا نتصل لسكرها بيوطة ولازم لياخد اي حاجة خاصة مسكرها عشان يعلي سكره او الناس لسكرها مرتفع وتاخد انسولين او اي ادوية تانية عشان تضبط بستوى السكر هرمون الانسولين من الهرمونات اللي بتشعرك دايما بالجوع فيه هرمون تاني اسمه الليبتين الهرمون ده مسؤول جدا عن عملية الشبع فيه كمان بعض الفترات اللي ممكن نتكلم بعض السيدات عندهم مشاكل في الهرمونات هرمونات النسا دايما بتؤدي الى السمنة وبتشعرك بالجوع فيه عندنا سبب كمان فيه فترات طبيعية للجوع اغلبها بيكون مع السيدات هي فترة مقابل الدورة الشهرية مقابل البريد بعد السيدات الموضوع بيقلب معهم بدراما حلويات لازم اكل حلوات بكمية كبيرة بعض السيدات تقلب معهم بجوع ايه الفكرة؟ هرمونات النسا قبل البريد هي هرمونات نكد للأسف فتخلص من نكد دايما بيكون عن طريق ان احنا ناكل خاصة لو اي حاجة مسكرة ده بيفرز هرمون اسمه سيرتونيم المخ احد الاسباب برضو المهمة بالنسبة لنا هي الحالة النفسية ناس كتير قوي زعلانة تاكل الناس فرحانة تاكل هو يمكن احنا كشعب مصري الاكل مرتبط معنا باي وضع ايا كان لكن كتير جدا مننا زعلان مكتئب بيتجه للتلاجة وعلى فكرة ده اسوأ النوع لانه مرتبط بحالة المزاجية وده انسان مودي ومزاجي دايما فدايما عنده مشكلة كبيرة في مسألة الشبع دول اغلب الحالات اللي ممكن تواجهنا هنتكلم باذن الله عن كل حالة بعد كده بالتفصيل طيب ازاي من مطبخنا نبدأ ناخد حاجات تساعدنا على نزول الوزن نتكلم في البداية عن الشفان من نسبة للشفان هو حاجة متوفرة في كتير من مطبخنا بالاضافة الى ان الشفان موجود عند العطارين طبعا وسعره اساسا الحمد لله مش غالي في عندنا نوعين من الشفان فيه شفان ابيض وفيه شفان اسمر الشفان من الحاجات اللي جليسيبك اندكس بتاعها متوسط يعني ايه الجليسيبك اندكس او المؤشر السكري ده اللي بيقولنا الحاجة دي هتأسرع على مستوى سكر الدم فانت هتجوع بزيادة ولا الحاجة دي بالنسبة لك هتبقى مشبعة ولا الحاجة دي هتلعب في مستوى سكر في الدم وتاكلها فتجوع مباشرة تاني فبالنسبة لنا الشفان زي ما حركوا شايفين من الحاجات المهمة جدا مؤشرها السكري متوسط زيها زي القمحة على فكرة مش فرق كبير لكن الشفان بيمتاز انه هيدروفوبك الشفان يحب الميا اي حاجة تحب الميا ومؤشرها السكري متوسط او قليل تبقى كويسة جدا معانا في الرجيم الشفان من الحاجات الكويسة جدا ممكن كمان يستخدم الاطفال بيتعمل منه كيك شفان في دي شفان بيتعمل منه خلطات كتير جدا كوكيز حتى كلام ده كله هننزللكم على صفحتي صفحة دكتور محمد رحيم وكمان هنعمله في الحلقة باذن الله طيب نستخدم الشفان ازاي عشان نسد الشهية ممكن عادي الصبح نبدأ يومنا بكوب زبادي معاه معلقتين شفان كبار ومعلقة عسل نحل بس طبعا لازم يكون نوع نظيف فيه انواع كتيرة جدا كويسة شركة جرين سمايل بتقادل انواع كتير كويسة او اي نوع حضرتك تصيخي فيه الشفان معلقتين شفان كبار معلقة كوب بيت زبادي خالد ده سمية وعشرة جرام مش هقول كوب زبادي حد يجيب لي الميتين وعشرين او الربع كيلو بالاضافة الى معلقة عسل نحل ده واجبة كويسة جدا ليبدأ بيها اليوم حلو جدا لاطفال لو ابنك عاوز روح للمدرسة ومن النوع اللي بيتطافس وبيها كل كتير لو عملنا الخلطة دي بس في الخلاط هتبقى حاجة كويسة جدا للطفل وكويسة جدا لو ليك مش بساطعة مطعم الشفان انك تكليه كده لو ضربنا في الخلاط مع كوب الزبادي ومعلقة عسل نحل صغيرة معلقةين شفان كبار كوب زبادي مية وعشرة جرام معلقة عسل نحل صغيرة شربناهم شرب ووراهم كمية مية كبيرة انت ممكن تاخد الشفان وتقول انا مش بيعتش انك ما تشوتش مية كويس لازم وراء الشفان كمية مية كبيرة طبعا في حاجات كتيرة جدا في الشفان ممكن نعمل شرب الشفان ممكن نعمل دقيق من دقيق الشفان حاجات كتيرة جدا هلقولها لكم بإذن الله في الحلقات القادمة نتكلم على الحاجة التانية اللي معنا بزر كتان ما اعتقدش في بيت في مصر ما فوش بزر كتان بزر كتان بيمتاز انه فيه زيت بزر كتان اللي هو احنا بنعرفه بالشكل الدارج بتاعنا اللي هو الزيت الحار ده بيقلل معنا بزر كتان او موجود معنا بزر كتان بيمتاز ان زيت بتاعه بيقلل مستوى الكوليسترول الضار ويرفع مستوى الكوليسترول النافع بالتالي بزر كتان مفيد لصحة القلب بزر كتان صاراته قليلة بينفش في المعدة كويس جدا في حالات الشبع لكن عندنا مشكلة صغيرة بيحتوي على الاستروجين النباتي فبالتالي ماينفعش الحوامل ماينفعش لمرضعات ماينفعش لسيدات بتاعين من مشاكل في هرمون الاستروجين وماينفعش تزيد كميته عن خمسين جرام يوميا احنا ما بنتكلمش على كل الكلام ده كله احنا عاوزين معلقتين كبار بس فتحانيهم في الكبة تحطيهم على السلطة وانا كلهم قبل الغدى كده بالنسبة لنا بزر كتان بقى عنصر كويس مفيد للقلب وبفيد للصحة وهيشبعنا بشكل كبير جدا تتكلم على ثلاث حاجة معنا هي بذر الشاية اعتقد الفترة الاخيرة كتير منكم سمع وقرع عن بذر الشاية هو اساسا نبات مش مصري لكنه مفيد جدا بدأ ينتشر عامدنا بكمية كبيرة بذر الشاية شكلها قريب قوي من السمسم وطعمها قريب قوي من السمسم لكنها تمتاز ان فيها نسبة اوميجا ثري عالية جدا لو بنتكلم ان احنا عاوزين ناخد اوميجا ثري عشان صحتنا ناخد شاية مع النظام الغذائي وبرضو كسبنا صحتنا الشاية تتعامل ازاي انا قريت على الفيس وصفات كتيرة جدا بتقول الشاية نعيه في المياه والشرب معلومة منع الفيس بتتخدش الا اذا كان من مصدر ثقة تمام ثانيا اخد شوفان او اخد انا اسف اخد بذور الشاية ليه كاملة تخيل انا عندي اي شيء مكسور واي شيء كامل الجسم يسفد بايه اكتر بشيء المكسور لكده يتكسر امتى قبل التناول مباشرة يبقى هناخد الشاية ازاي هتتضرب في الكبة تتحطي برضو على الزبادي الصبح لو حابين او ممكن نعمل فكرة جميلة جدا تبقى معلقة شاية معلقة شوفان كبيرة كوب الزبادي اللي تكلمنا عليه ومعلقة عسل نحن يتضربوا في الخلاط ويتاخدوا الصبح بالنسبة لنا كم مشروب او يدخلطوا ببعض ويتاكلوا ووربينوا كمية مياه كبيرة الشاية ممكن تتمضغ قبل الوجبة بربع ساعة وده مهم قوي تتمضغ مضغ قبل الوجبة بربع ساعة معها كبتين مياه كبار او بيتكلم على ايزازة مياه صغيرة مثلا ده بيديك حالة من حالة الشبع لازم تديها فرصتها انها تنفش في المعدة بزور الشاية برضو ممكن تضرر في الكبة وتتحطي معانا على الصلطة بزور الشاية من الحاجات المهمة جدا للناس اللي بتعاني من مشاكل في الجهاز العصبي ده خلف الدايج بتاعك خدساعدك في انقص الوزن لانها حسد الشهية بالاضافة لان الاميجا ثري من الحاجات المهمة جدا لكفاية الجهاز العصبي هنطلع بإذن الله فاصل ونرجع لحضراتكم عشان نكمل طرق سد الشهية شكرا لكم مرة تانية اللايف مع روحيم كل يوم اثنين من الساعة 6 للساعة 7 انا معكم محمد روحيم اللايف دلوقتي جماعة بزعق الاكستريم بتاعه موجودة على صفحتي على فيسبوك بالنسبة للمتابعين اللي عاوز يسعل عن اي حاجة يالي تبعد سؤاله عشان الفقرة اللي جاية بإذن الله هنجاوب على ساعتكم لايف اي سؤال يختر في بالك متعلق بداية بالرجيم بأي حاجة متعلقة بالصحة اللي عامة نتيجة الهبوط نتيجة رجيم نتيجة عوزة خصي عوزة تتخني يبعتيها لنا وانا معكم عشور ده على ساعتكم اتكلمنا على نقط متتعلق بعملية سد الشهية اتكلمنا عن الشفان اتكلمنا عن بذرك التان اتكلمنا عن بذور الشهية اخر نقطة هتكلم فيها هي الرد طبعا مش دي الحاجات بس اللي بسد الشهية لكن الحاجات دي اللي متوفرة في كل بيت ولينا حلقات تانية كتير وحنتكلم فيها كتير جدا مع بعض عن أدواء سد الشهية الرد ردة لعيش العادية اللي بتجيبها من عند اي عطار اللي بتجيبها كياس مغلفة للمركات كبير وشركات كبيرة تخيالي الرد من الحاجات من عنصص الكالسيوم بمعنى ان حضرتك لما تاخد الردة مثلا مع قبات زبادي بس تفتش بالكالسيوم اللي في الزبادي بالتباعية احنا اخدنا حاجة اوه عشان تملى المعدة لكن خسرنا كثير جدا الردة تنفع لمين وتنفعش لمين انا كدكتور بكتبها لشباب صغير ممكن ممكن اكتبها لحد ما عندوش نقص كالسيوم ما ينفعش ابدا الردة واخوه الكبير اللي عاش السن ينفعش لحد فوق سن الاربعين ليه سن الاربعين بالتباعية عندنا كثافة العظم بتقل مشاكل بتحصل اغلب الناس المهتمة هي سيدات دايما بعد سن الاربعين كثافة العظم بتقل ست وراجل بس ستات اكتر عشان مشاكل بريد وي 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 خصوصا بعض انقطاع الطمس يبدأ يحصل عندنا مشاكل كبيرة جدا في العظم الردة ما تنفعش ابدا في المرحلة دي تحت اي شكل العيش البلدي على فكرة ممتاز العيش المدعم الحكومي ده فوق الممتاز نتيجة انه بيتضاف عليه حديد مع ايدي اللي بيتعمل تمام فالردة تنفع معنا في حالات سدشهية الردة من الحالات اللي بتعالج امساك لكن زي ما اتكلمنا ما تنفعش ما انصحش بيها ابدا لحد صغير سن صغير انصح بيها من سن 18 لحد 40 منفعش لحد بيعني من نقص كالسيوم في الجسم ما ينصحش لحد فوق سن 40 سنة وكمان لا اخد بالنا ان الردة بتبقى تقيلة شوية في المعدة بتقعد شوية فبعض الادوية بتأثر عليها يعني مع فيتامين او مع كالسيوم او حد بيردع او واحد حامل لا في مشكلة كبيرة جدا بتحصل مع الردة استخدامة الردة دايما اللي بتاخد بالكو انا بدخل الزبادي في الخلطات الردة تتحطي على الزبادي كويسة جدا واعتقدت شكل الازرف لتناول الردة عشان طعمها ممكن تضرب مع لبن خالد دسم وتتاخد صباحا او مساء ووضع اللي رايح حضرتك طبع اكتر فقرة اكتر فترة من اليوم بنجوع فيها خلصت فقرتنا الاولى وهي كانت بتكلمنا فيها عن طرق سد الشهية حليبدأ معكم دلوقتي بازن الله مع فقرتنا التانية وهي اسئلة حضرتكو طيب جلنا على الصفحة صفحتنا على الفيسبوك معلش يا جماعة بالنسبة لناس اللي كانت بعثت كان الصوت وكان فيه مشاكل في الصوت طبعا دي اول حلقة لينا اول مرة نعمل نعمل ستريمينج للحلقة على الفيسبوك فاكيد فيش مشاكل تقنية لكن معكها تتضبط تماما وحنطور نفسها بشكل اكبر بكتير استاذة صاحبة السعادة عمدها خمول في الغدة الدرقية وعاوز حاجة للتخصيص ضروري خمول الغدة الدرقية لا يمنع ابدا انك تنزلي لكنه حيبطق معدل النزول الجزء الاول من الحلقة اتكلمنا على حاجات كتير جدا في سد الشهية ممكن ترجع للجزء الاول لفندر استاذة انتصار انا يا دكتور وزني 130 الحمدلله بقية 80 مش عارف انزل تاني نفسه انزل لسبعين طيب يا طرق انا جسمي هيقبل انه ينزل لسبعين ولا لا يعني ايه يعني حريب دلوقتي وزنك 80 كيلو طبعا طولك كام لو تخيلنا ان طول حضرتك مثلا مية حاجة وسبعين سنتي وسنك 35 سنة يبقى التمانين بالنسبة لك كويس جدا لازم نبعث المعلومة كاملة سني حالة الصحية وزني عشان اعرف اقولك يا طرق ممكن ننزل تاني ولا لا بالنسبة لمسألة نزول الوزن اخر الحلقة النهاردة بإذن الله هنعم بروجرام دايت رائع خاصة للناس اللي بتعاني من ارهاق ومن جوع شديد هنتكلم على بروجرام دايت ممتاز جدا يساعدكم في نزول الوزن بإذن الله بستاذ انتصار بتقولي ان انا خسيت ربنا خليك شوف الشغل مع الستات بيعمل ايه يعني عارفين غير موضوع ان هو بيقصف العمر طبعا لكنه بيخسس كمان دي نصيحة لأي حد بستاذة اسماء ربنا يعزك شكرا لكي طيب كان من ضمن الاسئلة اللي جات لنا وكانت كتيرا جدا عن الناس اللي بتعاني من ارهاق مع الرجيم يا ترى انا كل معام الرجيم بتعب والصحيتي في النازل وي 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 دا الايه الراق مع الرجيم بيحصل نتيجة ناقص فيتامين بشكل اساسي او لان انت عملت نظام الرجيم غير مناسب لحالتك الصحية اي بل قد فينا عنده حالة صحية حتى لو كنت شاب صغير لكن يا ترى انا عندي ناقص حديد عندي ناقص فيتامين بي 12 عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر هو ناقص فيتامين دي اللي انت لو سقولت لأي حد بره انا كمصري عندنا قص فيتامين دي حيستغرب ازاي الشمس دي كلها وعندنا قص فيتامين دي فيتامين دي بيتكون في الجسم لما جسمك يتعرض للشمس لمدة نص ساعة متواصل بس بشرط يكون جسمك تلت ومتعرض لشمس يعني تكون لاب الشرط لابس فلانا قط حاجة زي كده للأسف ده ما بيحصلش فعندنا قص فيتامين دي شرم الشيخ تلاقي الأجانب جايين نايمين عشان ياخدوا التال وكمان فيتامين دي لأسف شمسنا احنا مش وصف دين منها ناقص فيتامين دي يعمل عندنا إرهاق شديد جدا ويعمل مشاكل في نزول الوزن ناقص فيتامين بيتولف يعني عندنا مشاكل كبيرة جدا في الإرهاق وفي نزول الوزن وطبعا حبيب الملايين الأنيميا ونقص الحديد عندنا مشكلة كبيرة خاصة في الأطفال الأنيميا ونقص الحديد فدي مشاكل بتؤدي للإرهاق مع الرجيم حنعملها حلقة كاملة ونقول لكم حلولها بإذن الله طيب بعض الناس بتتكلم أنه سكرها بيوطأ وبيتدوخ لما تيجي تعمل رجيم ألا أنا عاوز أشوف حل كل ما أعمل رجيم كل ما دوخ هنا لازم نأخذ بالنا المسافة بين مواعيد الأكل ما ينفعش حضرتك في صحيحة الطري الساعة 9 أو 10 في شغلك مثلا وارجع تغدى الساعة 6 ومنتظر أن صحيحاتك تبقى كيسة اتكلمنا في برجل ومدهاية الصح الماكسيمون تايم بين أكتر وقت ممكن بين الوجبة والتانية هو 6 ساعات بس لكن أنا كدكتور بنصح الناس تبقاش الماكسيمون تايم أكتر من 4 ساعات بس طيب لما نبعد المسافات إيه اللي بيحصل مجرد ما ناكل السكر بيتفرز بكمية كبيرة جدا فبيعمل حرق للسكرات اللي دخلت الجسم فالسكر بيرجع يوطع مرة تانية ودخلنا في دائرة مغلقة دي حالة الحالة التانية اللي بعض الناس عندهم حالة مرضية إنه لما يأكل سكر بيوطة دي لازم طبعا بيتعمل تحاليل صايم وفاطر الحالة دي بيتعالج زيه زي الشخص لسكره عالي يبدأ نساته على البهدريت يبدأ ندي بروجرام دايت مناسب لحالته الصحية ضمن الأسئلة طيب في مرحلة التثبيت ممكن يحصل زيادة في الوزن نقطة مهمة مرحلة التثبيت يا جماعة الفريزنج مش إن أنا خلاص دقيتك مش هزيجي مرة تانية يعني مش هروح أكل محش برحتي مش هاكل بتنجان مقلي برحتي مش هعيش الحياة برحتي هعيش الحياة على قد معدتي بمعنى أنا كنت لاخد قطعة مكارونا بشمال مسلا قد كده أنا معديت صغرت فبقيت باكل تاتربعة معالي تاتربعة شوك وبشبع شكرا تحتفظي بالموضوع دا ما زودش عن كده يبصي في الطعمية بس هتعودت إن أنا باكل مقليات مرة وطيف لسواح في الفطار شكرا مرة وطعمية مرة مسلا جبنا رومي الباقي حاجات قليلة الدهون أو بمعلقة زيت صغيرة حفظ بدأت أنا أعمل رياضة مع الضيج كل يوم فجأة قررت خلاص أنا مش هعمل رياضة تاني أنا ثبت والمفروض أن أنا ما زيتش اطلاقا الرياضة ده جزء من بروجرامك اليومي فإحنا لما نيجي نثبت بنتابع لايف ستايل لايف ستايل ده على فكرة مش هيدايقك في حياتك لأن لازم تكون معدلتك قلت فلو قعدنا في قعدة الناس كانت بتاكل عشر وخمساشر وصبع معشي عشان تشبع إنت هتاكل أربعة خمسة وهتشبع وتبقى مرسوط بقى خمسة بقى ستة بقى سبعة بقى ثمانية ما تزعلش لما تزيد مرة تانية القهوة الخضرة فيدتها إيه؟ القهوة الخضرة من الحاجات اللي بتأثر على الشهية فعليا من الحاجات اللي بترفع معدل الحر أفضل بكثير جدا من القهوة العادية عندها كارسة مع الضغط مرضى الضغط ميجوش ناحية القهوة الخضرة أو يروحوا ناحيتها بحذر لو هو مثلا مريض ضغط بياخد اتنين كوب قهوة توركي أو سبريسو أو طفر اللي هو بياخده يبدون بكوب قهوة خضرة واحد بس ياخده إمتى؟ فكرة المنتشرة عندكم إن الحاجة تتاخد عريق عشان المكسيمون إفشنسي بتاعتها إن هي تكون أقصى حاجة مفيدة إطلاقا مش كده تتاخد قبل الغداء بنص ساعة أو بساعة الحاجة اللي عريق زي القهوة سواء خضرة أو غير أو حتى الجنزبيل واللمون والخلاطات الجميلة اللي الناس ماشي عليها على معدى فاضية تلهب جدار المعدى والمرحلة اللي بعد كده هي خرحة معدى فلازم ناخد بالنا طيب دكتور عاوزين حاجة حلوة أثناء الرجيم نصرف إزاي؟ كلك حاسية إنك عاوز حاجة حلوة أثناء الرجيم ممكن يكون سكارة كوتي ممكن تكون مبعدة بين الوسفات نعمل إيه؟ إن فيه ده مدمن شوكولاتة لو ده مدمن شوكولاتة بتكلم إنه ياخد دارك تشيكلت اللي هي نسبة 80 أو 90 أو 99% كاكاو 5 ياخد مكعب ده بيوصل من 5 إلى 7 جرام يحطوا فوقه ويسيبوا يدوب من 5 إلى 7 جرام يوم آي يوم لأ طيب في حل تاني جميل جدا تمرية أو بلاحية أمضغها بتبلعهاش سيبها في فوقك الأغشية المحيطة باللسان وبيجدار الفم من جوه من الحاجات الكويسة جدا في امتصاص أي حاجة تتحط في الفم عشان كده الناس اللي عندها مشاكل في القلب ربنا يبعد عن كله ويحفظ الكل بتحط السابلينجوال نيتريت يوم ضغ بلاحية وتسيبها في فوقك السكر بدخل للدم مباشرة هزوط مزاجك وبرضو بيتكلم على سعرات من 20 إلى 20 إلى 20 سعر حراري هي أهون بكتير من أي حاجة تانية الحاجة التالتة الجميلة اللي أنا شخصيا بفضلها معلقة عادية معلقة تشاي تحط في بطرمان عصر أسود أو عصر نحت تتحط واقفة ويسيبها تنقط مش معلقة كده مش مغرافة أكيد أنا عارفة بتعمله إيه معلقة بالشكل ده وجلهم مباشرة السكر أسناء الرجيم الحاجات دي كويسة ليهم برضو أقدر أشوف الحلقة تانية إزاي هتتعاد على القناة بإذن الله وكمان عندنا على البيش بتاعي على الفيسبوك هتتعاد مرة تانية بإذن الله طيب الوزن المسالي لطول 170 وعمر 45 بتكلم من 75 إلى 80 كيلو جرام الوزن المسالي لطول 170 وزن سن 45 هو من 75 إلى 80 كيلو جرام لما تبقى نظام دايت بس مش بعمل رجيم أنت قصدك أنك ماشي على نظام غذائي صحي النظام الغذائي الصحي بعد شوية جسمك بيتعود عليه فمعدل نظام بيقل وبعد كيه بوقف لكن الصحياتك بتبقى كويسة لو عاوزين ننزل لازم ننشي على بروجروم دايت بحديد الدكتور وعيلك نعمل كذا ونسوي كذا ولتتزم بيه ولما تخسي امشي على نظام صحي طب أنا لو وزني كويس أو أوفر ويت ما احنا عندي جماعة عندنا وزن مزبوط وزن زيادة سمنة لو أنا وزن زيادة والموضوع مش فارق معي وصحتي كويسة أو سن صغير وعاوز أحفظ على الوزن دا أو أنزل حاجة بسيطة أعمل نظام صحي كويس جدا لكن عاوز أنزل لازم بروجروم دايت اللي هو نظام هرمي فابني على بعضه في وجبات في مواعيد وبعد كده برجع أعيش حياتي بس بعقل شوية دي كانت فخرتنا التانية يا فخرة أستاذ حضراتكم بإذن الله انتظرونا الفخرة التالتة بتاعتنا مهمة جدا هتكلم عن الربجي اس كتير كده من اللي فيكو يعرفوا الربجي فروت والربجي العادي لكن هتكلم عنه النهاردة عن الربجي اس مع السبرولينا دا تحلب مفيد جدا لأنه بيحتوي على كمية عالية من البروتين مفيد جدا لحيات الأنيميا يعالك حاطئرهاق مفيد جدا لجهز عصبي عد فوائد السبرولينا زي ما تقول هي ايه وبتعمل ايه وبتسوي ايه وايه الخلطة اللي هتنعمل النهاردة الكلام دا كله بإذن الله هنشوفه بعض الفاصل معاكم رحمد رحيم واشوفكم كمان ديها بإذن الله أهلا بكم لايف مع رحيم كل يوم اتنين من الساعة ستة للساعة سبعة معاكم دكتور محمد رحيم والحلقات دي برعاية شركة Green Smile طيب شركة Green Smile هي شركة المنتجات الطبية الطبيعية اللي بتتعمل بجودة عالية جدا عشان تساعدنا على حياة أفضل وصحة أفضل ومنها منتجات علاج سمنة كتير وحاجات لنا بالبشرة بس الفكرة انها بتعتمد على حاجات طبيعية منها حاجة سباس برلينا هيتكلم النهاردة عن سبرينا طيب كتير منكم المتابعيني لو الناس عرفين بشكل شخصي أو بتابع معايا في العيادة عارفة ان انا بعمل حاجة اسمها Burning Juice الوجبات الحرقة او الوجبات البديلة كان اشهرهم حاجة اسمها Rob J منه اكتر من حاجة Rob J Rob J Fruit والنهاردة هتكلم عن Rob J S ايه هو ال Rob J S هو عبارة عن Ultra Burning Juice عصير حارق وفي حاجة اسمها عصير حارق في حاجة اسمها أكل حارقة في حاجة اسمها كده اللي هي عبارة عن ايه ان انا باخد وقبة بعملها حاجة اسمها وقبة بديلة باستخدمها بدل وقبة كاملة في الجسم يبقى فيها عناصر غذائية عالية جدا وكمان يبقى فيها صعرات قليلة جدا فأنا اخدت طاقة اخدت حيوية اخدت نشاط اخدت وقبة مشبعة صعرات قليلة عاوزين ايه أكتر من كده اكيد مش مقود النهاردة هنتكلم عن Rob J S ال Rob J S هو ال S D for Spirulina Spirulina ده تحلو تمام؟ هو بيكون بالشكل ده يعني اللي تكاميرا تجيب معايا تمام؟ ده اللي Spirulina تحلوه الأخضر حتى ريحتوا شوية على فكرة تليها ورايبة من ريحت الأسماك خلاص ريحتوا ما قد تكون مش باستساغل البعض لكن ده ريحت التحلوب الطبيعية السبرulina بيتكلم عنه ان هو Green Diamond الجواهر أو اللؤلؤات الخضرة الماسات الخضرة لو بترجمة حفية الماسات الخضرة السبرulina منه أشكال كثيرة جدا منه التحلوب منه أكياس منه حاجات شاي منه كمان طب ليه بيتكلموا عنه انه هو Diamond يعني ماس إيه ليه خليه ماس تتكلم عن نسبة بروتين عالية تتجاوز البروتين في اللحوم بنتكلم كمان عن حاجة بتدي طاقة وحيوية هو مكمل غزائي مهم جدا وغزا ومهم جدا للناس اللي بتعلم من أنيميا ومن الهاق وكمان لكبار السن الناس اللي عندها مشاكل مع الشيخوخة لأن هو بيؤخر علامات طبعا ما فيش حدا تمنع الشيخوخة لكن في تأخير علامات شيخوخة 60 سنة ويبين شاكلك 50 هو ده الوطق البحرية صحته الأفضل طبعا نتيجة اليود نتيجة 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 كمان لسبورلينة اللي هو التحلب الموجود على في الأماكن السحليية بالذات بقى موجودة عندنا في مصر كان طبعا بيجي لأول مستورد لكن موجودة عندنا في مصر من شركة جرين سمايل بمنتجات كتير سبرلينة نفسها جرين لاين هتكلم عن النهاردة عرب جي اس الالترا بيرنينج جيوس مع السبورلينة طيب ده نستخدمه لإيه في البداية ده الشخص بيعاني من إرهاق مع الرجيم لشخص عاوز ياخد حاجة الصبح تسدي معاه فترة طويلة لأنه هو مش باع لشخص عنده ثبات في الرجيم فعاوز حاجة غير أنها تدلوه طاقة وحيوية أنها تنزل وزنه مبارا عن إيه مكونة الرئيسية يا جماعة لازم نعرف أن ملك الفكهة هو الرومان ملك الفكهة هو الرومان فكهة عليها تاج دي الكلمة دايما أنا بقولها الرومان فكهة عليها تاج بتتكلم على حاجة مفيدة للقلب سعرات حرية وليلة دهون ما فيش بتتكلم على طاقة عالية جدا بتتكلم على نسبة كوليسترول أقل ومفيد تمال الكبد وكمان بيعالج الأنينية الرومان من أفضل حاجات الموجودة في الفكهة موسم الرومان ما يخلاش من بيتك ليك ولولادك بتتكلم على طبق صغير من الرومان بتتكلم على نص كوب زي كوب الميا بتحطها نضيرها في الخلاط كمان هيتضاف معهم طيب في عمدنا شكل ان احنا نضيف عصير برتقان بدون سكر او نضيف ميا انا نهار دا كنت جايب معايا ميا لكن ممكن نضيف عصير برتقان بدون سكر تمام يبقى ضيفنا الرومان عصير برتقان بدون سكر او ميا هتكلم على لموناية واحدة لموناية هتحط معنا على الخليط هنعصرها طبعا هنبدأ بس نضرب الخليط لان الخلط ده بيطلع تقيل جدا نضربه بس يعني دزبة بسيطة كده بيتضاف عليه التاني بيتضاف موزايا اوزروي لو مش تابس جوانتي النهار دا انا اسف موزا واحدة على فكرة يا جماعة الناس بتتكلم ان الموز يتار ينفع في الرجيم او ما ينفعش في الرجيم الموز مشكلته ان الموزايا بنصر غيف كاكا يبوا هدريت كالنشويات لكنه مولان بوتاسيوم ملان باجنيسيوم يتضاف مع ايه هو ده البفري اعتار ناخد موز او لا حاشي خفز كينا عادي تمام طبعا هيتضاف معنا التفاحية خضرة التفاح الاخدر عندنا تفاح عصفر احمر امريكي بلدي البلدي ممتاز جدا التفاح الاخدر بيمتاز انه بيمتاز انه سعراته سلبة اللي دخل جسمك بيتحسابش مخطبا انتفاحات القشر بس لدي الوقت ايش هنقشرها تمام هتحط معنا التفاحية كاملة خضرة تفاحة كاملة يا جماعة احنا نهار ده بس هنحط نص واحدة لكن لا احنا بنسكلم على تفاحة كاملة خضرة بسم الله طيب الغصير ده لازم يتضرب بشكل جيد اخر خطوة معنا ان احنا نعمل حاجة من اتنين نحط معلقة سبرولينا صغيرة سبرولينا نفسها معلقة صغيرة ياما نحط حاجة اسمها جرين لاين ايه الفرق من الاتنين جرين لاين ريحته اضرب شوية مقبولة شوية عن السبرولينا لو انت شخص كبير لاخد سبرولينا عادية ومتازة جدا ليك اياخده شخص صغير ياخد جرين لاين لو انت عاوز تخس يعني موضوع ده بالنسبة لشخص ممكن ياخده عشان بيعاني من ارهاق عاوز ياخده للحالة الصحية الرب جي اس لكن لو عاوزين نخص ياريت جرين لاين اللي هي ببقى فرق بتنسبة لنا جرين لاين غير الاسبرولينا وضف عليه شكوريا مفيدة جدا للجهاز الهضمي وفيه علاج اسمنا كمان بتضف عليه برومالين البرومالين اللي هي خلاصة الاناناس العنصر الفعال من الاناناس اللي بيزود معانا معبد الحرق فهيبقى اختيارنا افضل بكتير ان احنا نستخدم الجرين لاين مش موجود استخدمت سبرولينا مش موجود استخدمت الخلطة من غير هي مفيدة مازالت لكن انا بتكلم عن قيمة غزائية اعلى بكتير هتضف ساشة واحدة كيس واحد بس طبعا الخليط برضو لازم نضرب مرة تانية بس كده شكرا احنا خلصت طيب الخليط عامل ازاي اولا نريحت ممتازة جدا نريحت لفاكه اللي احنا اضفناها اول لازم نضرب بشكل افضل من كده لان لسه في كتل فاكهة حيث ان هو بيبقى سائل معانا موقع دي بتفلك مش هلازم بيحضر التحضير دي كله خد يا حبيبي اشترا دي انت رايح للمدرسة طاقة عالية جدا متركيز عالية جدا انسي ان الطفل دي يجيله انمية انت اخده طبعا احنا بتكلم على انا ما كاملتش التنفحية بتاعتي ما حطتش العصير كما فوتو خط عصير برطقان او مية انا انصح بعصير برطقان بدون سكر تمام بنتكلم على اتنين كوب كبير يعني تقريبا من ربعمائة ملي خمسوة ملي تتكلم على طعم لقمه جيد الناس اللي بتحب الحاجة طعمها حلو خلاص ضيف عليها سكر داي ما فيش مشكلة خالص لو بالنسبة لطفل صغير مش بيعاني من سمنة ضيف معلقة عسل نحط صغيرة طفل بيعاني من سمنة تحاول تخليه ياخده كده ولو فوق 6 او 7 سنين موقع الكيس سكر داي تحت 6 او 7 سنين لا يبقى يريد ياخده من غير اي سكر خالص حيكون افضل ده هي من معنى ايه ده هناخده كوجبة بديلة طاقة تتكلم على مشاكل لو عندك انيميا هتتحل لو ما عندكش لا بيتكلم على نسبة الحديد في جسمك هتبدأ تبقى افضل بكتير تتكلم على مقاومة شيخوخة تتكلم على جهاز عصبي افضل بكتير لا فويد عد الحد بعد بكرة ده الرب جي اس طيب هتتكلم النهار ده دلوقتي معانا الفخرة دي عن عن بروغرامون دا اللي هنمشي عليه الاسبوع ده عشان اتبعكم على صفحتي على فيسبوك صفحة دكتور محمد رحيم او مراكز دكتور محمد رحيم الحلقة دي زي ما اتكلمنا والشو اللي بيحصل ده برعاية شركة جرين سمايل والشكر جدا لها لدعمها وكمان اخر الحلقة هنعملكو على المسابقة اللي هي برضو برعاية جرين سمايل اللي هناخد منها حالة تتبع معانا لمدة شهر هتكلم النهار ده عن بروغرامون دايت المعتمد على الوجبة البديلة اتكلمنا على الرب جي اس اللي هو عبارة عن كفحية خضرة لو مش خضرة بلدي او اي نوع تاني مش مشكلة بس الاخضر افضل بكتير نتكلم على مزايا واحدة بس اه تمام نتكلم على الرمان عصير اللامون لامونية واحدة والمية او عصير البرطوعة يبقى هناخد في مطار الرب جي اس الغدا بتاعنا كوبة الماء كوبار طبق صلاطة كبير عليه مع كيس من الجرين لايم او معلقة سبرولينا او بدون بس مهم عمدي كرفس بقدونس جردير الغدا بتاعنا عبارة عن الكنصر غيف هتاخد بروتين باي كمية فراخ او لحمة اليوم اللي بعده خد عتس تالت يوم خضار بعده تونة اعكسهم ومرتبهم براحتك مش مشكلة بعدين بتطير مسلوين او فول وبعدين خضار لمدة يومين برضو بروجرام ده هتلاقيه على صفحتي صفحة دكتور محمد روحايم عشان زبادي مع معلقة شئة مطحونة معه ثمرت فاكهة واحدة البروجرام ده يصلح لاي حد سنه من اول 16-17 سنة البروجرام ده يتطلب معاه شرب كمية مياه كبيرة لازم نمشي لص ساعة لايصلح لمرض السكر لان انا لازم احطيك بروجرام مبني على مرض السكر يصلح لأي حالة مرضية تانية البروجرام ده المفروض منطقياً لو انا ما عنديش حالة صحية معينة ان هو ينزل معنا على قل من 3-2.5 لـ 3.5 كيلو يعني متواصل 3 كيلو في الاسبوع مع طاقة وحيوية عالين جداً مسابقتنا الكبيرة وهديتي ليكم وفي كل حلقة هناخد حالة كل حلقة هناخد حالة الحلقة دي هتعلن عنها الاسبوع الجاي بإذن الله هتسيبوا كومنت على اللايف اللي هو موجود عند حضرتكم هتعملوا شير لللايف هتعمل اشتراك في قناتي على اليوتيوب هتشترك في صفحتي على الفيسبوك هتبعت لنا في الانبوكس وزنك سنك طولك حالتك الصحية ساكن فين هنختار حالة هنعلن عنا الاسبوع الجاي عشي تبدأ معنا في تحدي برعاية شركة جريد سمايل لمدة شهر اسمه تحدي روحيم كشف متابعات كمان جلسات علاج السمنة الموضوعية كل دي بقى مجاناً طبعاً هيتعرض الكلام ده قبل وبعد عشان نوري الناس إن أي حد قادر على علاج السمنة قادر على قهر السمنة وأي حد هيلتزم هجيب نتيجة عالية جداً كان معكم رحمد روحيم نهاردة كانتقول لحلقاتنا من لايف مع روحيم منتظركم كل يوم اتنين بإذن الله من الساعة 6 إلى الساعة 7 المرة الجاية حيبقى اللايف متكامل على صفحتنا على الفيسبوك ما تنسوش اعملوا منشا لاصحابكم وكمان عملوا شيرلوا اللايف عشان في حالة حتستفاد معنا بكشف متابعات مجاناً كل أسبوع هناخد حالة تقعد معنا لمدة شهر متكامل شكراً لكم واشوفكم بإذن الله القادم كان معكم محمد روحيم شكراً لكم شكراً لكم